بدأ جسر النجوي مصري في إعادة المصريين العليقين بالخارج ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي رحلتان من الكويت نقلت عددا من المصريين العليقين هناك والذين تم إنهاء إجراءاتهم وتم نقلهم إلى الأماكن المخصصة لقضاء 14 يوما من العزل الصحي للإطمأنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد اشتركوا في القناة